بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا ووجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى لزوار الأربعين أن يصلوا إلى كربلا سالمين غانمين ولا يرجعوا إلى أهليهم إلا بقضاء الحوائج كيف أكون من الذاكرين لله كثيرا والله سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم أي بمعنى إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أنت أو أنا أو أنت الله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ أفضل من ملأك ويقضي لك كل حاجة اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة شدة الزواج شدة الديون شدة المحاكم شدة الاختلافات الأسرية شدة عدم وجود عمال شدة قلة الرزق شدة قلة العافية والصحة اذكروني في الرخاء أذكركم في الشدة فإذا الله سبحانه وتعالى يقول اذكروني أذكركم كيف أكون من أهل الذكر الكثير كي يتحقق لي قضاء الحوائج كما ورد في الروايات الشريفة كما يقول علماؤنا الأعلام لا تذهب يمينا ولا تذهب شمالا الحديث واضح لا مجال فيه للتأويل قال الإمام الصادق عليه السلام إن تسبيح فاطمة عليه السلام هو الذكر الكثير هو الذكر الكثير كيف؟ رجاء نستمع رجاء نستمع ورد عن الإمام الباقر عليه السلام ما عبد الله بشيء من التمجيد التمجيد بمعنى الذكر ما عبد الله بشيء من الذكر أفضل من تسبيح فاطمة عليه السلام ولو كان شيء أفضل من تسبيح فاطمة لأعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاه رسول الله لفاطمة إذن لا يوجد هناك ذكرا مباركا أفضل من ذكري تسبيح فاطمة عليه السلام أبدا ما عبد الله بشيء من الذكر مثل تسبيح فاطمة عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول تسبيح فاطمة عليه السلام في كل يوم بعد كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم يعني بمعنى إذا أنت سبحت تسبيح فاطمة بعد صلاة الفاجر وبعد صلاة الظهر والعصر وبعد صلاة المغرب والعشاء فإنهن يعادن خمسة آلاف ركعة فإذن من هو الذكر الكثير تسبيح فاطمة عليه السلام وكما يقول علماؤنا الأعلام أهم فوائد وآثار تسبيح فاطمة عليه السلام إن تسبيح فاطمة أولا يعد من الخير الكثير للمؤمن أي أنك إذا أردت أن يكثر خيرك من ناحية الدراسة خيرك من ناحية العافية والصحة خيرك من ناحية الرزق والعمل خيرك في التجارة خيرك في محبة الناس لك أي خير فعليك بتسبيح فاطمة عليه السلام أكثر منه كذلك ثانيا من قرأ تسبيح فاطمة عند النوم بات وله ألف حسنة وعند قيامه من نومه له ألف حسنة وإن الله سبحانه وتعالى إذا تقبل منك حسنة لا يعذبك في النار ثالثا من سبح تسبيح فاطمة عليه السلام ثم قال أستغفر الله ربي وأتوب إليه فإذا بها ماذا تطرد الشيطان وترضي الرحمن وهي مئة في اللسان وألف في الميزان يعني الإنسان الذي يعاني من وساوس الشيطان والذي يعاني من الجن وإلى غير ذلك فعليه بالإكثار من تسبيح فاطمة الشيطان لا يدخل إليه لا يجد له سبيلا عليه ولا على أهله وبيته وماله وولده أبدا وكذلك ترضي الرحمن الإنسان عندما يرضى الله سبحانه وتعالى عنه يقضي له جميع حوائجه ويرفع من درجاته ولا يؤخر قضاء حوائجه فإذا أردت أن تطرد الشيطان خذها قاعدة سبح تسبيح فاطمة تطرد الشيطان من حياتك وساوس في صدرك يحثك على المعصية لا تستطيع إلا أن تعصي الله أكثر من تسبيح فاطمة يطهرك هذا التسبيح يبعدك عن المعاصي يعطيك حصنا حصينا عن الشيطان فلا يصل إليك تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى وتحصل على رضاه ومن رضي الله عنه رضي أهل البيت عنه وقضوا له كل حاجة عليك بتسبيح فاطمة عليه السلام كما قال الإمام الصادق عليه السلام أيضا من سبح تسبيح فاطمة بعد الصلاة المكتوبة من قبل أن يبسط رجله قبل أن يقوم من الصلاة أوجب الله له الجنة تريد أن يوجب لك الله الجنة؟ اقرأ تسبيح فاطمة من سبح تسبيح فاطمة كما قال الإمام الصادق عليه السلام كان من الذاكرين لله كثيرا من سبح تسبيح الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام بسبحة من طين قبر الحسين كتب الله له أربعمائة حسنة محى عنه أربعمائة سيئة وقضيت له أربعمائة حاجة ورفع له أربعمائة درجة أربعمائة حاجة تقضى لك عدها عد أفواً عدها عد وحسبها حساب أربعمائة حاجة تقضى لك إذا أنت سبحت تسبيح فاطمة عليه السلام بتربة قبر الحسين عليه السلام أربعمائة حاجة احسبها حساب وسوف تجد أن أربعمائة حاجة تحقق جميعا بشرط المثابرة على تسبيح السيدة فاطمة سلام الله عليها كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أعطى هذا التسبيح للسيدة فاطمة عليه السلام أصبح طريقا لإحياء ذكر فاطمة عليه السلام إذا سبحت تسبيح فاطمة عليه السلام إنما أنت تحيي ذكر فاطمة عليه السلام في بيتك بين أولادك عند الآخرين وقال الإمام أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا فتكون أنت من المرحومين فلو نزل بلاء أو عم بلاء أو عم تآف بين الناس أو ظرف معين الله يستثنيك من ابتلاءات هذه الدنيا من آفات وعاهات هذه الدنيا من علل هذه الدنيا لأنك من المسبحين بتسبيح فاطمة هذا التسبيح أحييت من خلاله ذكر فاطمة عليه السلام وبذكرك كما قال الإمام الصادق أحيوا أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا إذن هذا التسبيح إذا فلان يقول أنا كبرت في السن وأتمنى أن أكون من الذاكرين لله كثيرة وإمرأة تقول أتمنى بأن أكون من الذاكرات لله كثيرة لا تذهب يمينا ولا شمالا تسبيح فاطمة عليه السلام بعد كل صلاة فريضة تعد بألف ركعة يعني خمسة آلاف ركعة في اليوم وهو من التسبيح الكثير الجالب للخيرات والقاضي للحاجات برنامج صباحات ولا إيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام شكرا